لو جزء من حضراتكو شايف انه الاعلام ما بيهتمش غير بس بالسلبيات فأؤكد لحضراتكو انه صباح دريم عنده مبدأ مختلف تماما لانه صحيح طبعا ضروري قوي نتكلم في ازماتنا وفي مشاكلنا وفي الملفات اللي بتقابلنا كل يوم في حياتنا بنكل ايه وصحتنا عاملة ازاي وتعليم ولادنا ايه وكده لكن كمان احنا واخدين على عطقنا في صباح دريم وده اللي حضراتكو ان شاء الله حتلاحظوه حقيقي معنا انه كل الافكار الحلوة كل الافكار المنورة الافكار اللي بدورها كده تدي لك امل كبير قوي في بكرة وفي المستقبل وفي البلد والاخوة بقى اللي دايما كده عندهم حالة من ما بحبش كلمة التشاؤم حتى بحبش استخدمها بس الاخوة اللي دايما شايفين كل حاجة ضلمة كده كل ما تقوله حاجة يقولك ما فيش فايدة طب ده فيه مشروع كذا ما فيش فايدة فيه ناس بتعمل حاجة حلوة في البقى ما فيش فايدة والله مهما عملوا مش عارفة ايه ناس دي بقى احنا مناش دعوية خالص واكبر دليل على ده او من الدلائل اللي حنقدمها في صباح دريم على ده هم ضيفنا دلوقتي ضيفنا دول مجموعة شباب جم من كذا سنة فاتوا عملوا زي مبادرة المبادرة دي حاجة اسمها اسم المبادرة سينما العلم من مركز شباب صغير يمكن او يعني محدود الامكانيات مثلا في الف يوم انطلقت المبادرة دي مبادرة دي كل هدفهم انها انه هم عايزين يوعوا الشباب ويوعوا الاطفال يعرضوا مواد علمية معينة يعرضوا برامج افلام وثائقية حاجات حلوة ننور دماغ الشباب الصغيرة والاطفال الصغيرة مايبقاش الطفل بس كل هدفه في الحياة انه يحفظ يصوم المنهج بتاعه عشان يدخل يرمي كلمتين في الامتحان وبعد كده يخلاص حتى ممكن السنة اللي بعدها تسأله في سؤالين ثلاثة من المنهج بتاع السنة اللي فاتت مفتكرش منه ولا حاجة جون بقى من حوالي شهرين ثلاثة دخلوا الفكرة دي او المبادرة دي سينما العلم على المدارس ده بقى اللي استوقفنا قوي في صباح دريم عشان كده حابين نتكلم مع ضيوفنا الكرام النموذج المحترم الشباب محمد صابر اسماعيل اهلا بيك يا محمد ومحمد محمود نصر يا صباح الخير عليك من مؤسسي المبادرة دي مبادرة سينما العلم مين عايز يفتح لكلام يقول الاول ايه يا المبادرة دي محمد عشان اصحيه شوية حاسين انه نايم تفضل في البداية بس ايه هو البرلمان هو البرلمان ده نشاط ده نشاط في المفوض ان هو موجود في جميع مراكز الشباب احنا طبعين مركز شباب مدينة سينورس مدينة سينورس دي اللي هي تابعة لمحافظة الفيوم الهدف الاساسي من البرلمان اللي هو تسقيف سياسي للشباب واعداد قادة وكوادر اللي هم يقدروا بعد كده يطلع منهم عضو مجلس شعب حد في المحليات الكلام ده فده الهدف الاساسي ان البرلمان معمول على شهده احنا بقى اشتغلنا في حاجات خدمية كتير جدا وانت نسمينه برلمان يعني علشان بيطلع منه ناسم هو النشاط اسمه برلمان هو نموذج محاكية اصلا مجلس الشعب نموذج محاكية في نفس الجام مجلس الشعب ونفس المناصب فبينزل لنا بينزل برامج من الوزارة اللي هو خاصة بالتسكيف اللي هو ندوات وورش عمل والكلام ده ده حاجات اللي هي خاصة بالوزارة احنا بقى الجانب التطوعي ده والخدمي اشتغلنا في حاجات كتير جدا جير سينما العلم مثلا عملنا مراجعة مجانية عملنا يوم افطار للاطفال الايتام عملنا يوم يتيم عملنا معرض خيري كنا منجيب اداة المدرسية منبعها بسعر التكلفة عملنا حاجات كتير جدا يعني فده البرلمان فكرة بقى المشروع ان احنا نعمل العلم متعا ان شعرنا معا ان نجع العلم متعا احنا فكرنا ان الناس عندها استعداد ممكن تقعد قدام المطش او المسلسل ما فيش اي مشكلة ان ما ان هو يقرأ كتاب او يذاكر او الكلام ده ما فيش يعني بقى صعب فاحنا فكرنا ان احنا هنجيب العلم على هيئة فيلم حاجة نشوفها وفعلا طبقنا ده في المركز عندنا ان احنا بدأنا جبنا افلام عن عمليات العقل عن التفكير يبطوها منين الافلام دي الافلام دي بتجيبها من مواقع مثلا افلام اوثقاقية او من على يوتيوب بس طبعا فيلم بنشوفه مرة واثنين وثلاثة ونعرضه على حد يكون فهم يعني ده هنذكره برضو في مضاوع المدرسة دلوقتي المهم بدأنا في البداية عندنا في المركز اللي هو بقينا فعلا عملنا جو السينما تماما احنا قفلنا القاعة وعملنا كل حاجة وفي ناس جابت لب وحاجات وحاجات السينما عادي فعادنا اتفرجنا بس عن حاجة على الحياة الفرعنا والحضارة والكلام ده وبعد كده بنعود مع بعضنا نتناقش في الفيلم يعني بيطلع حد اللي هو اتفرج على الفيلم اكتر من مرة منناقش الفيلم مع بعض فاحنا اتفرجنا وطلعنا بمعلومات وقاعدين وحنا في مكاننا حاجة بسيطة خالصة فبعد كده من فترة جات فكرة ان احنا بقى نبدأ ننزل المدارس ونجيب حاجة مرتبطة بالمنهج فبحثنا لقينا فيلم مرتبط بحياة محمد علي ده جزء من منهج تلت عدادي فبدأنا بقى ان احنا ناخد بقى اجراءاتنا ان احنا بدأنا في البداية ان احنا كلمنا بمركز مركز الشباب ادارة المركز هم بصراحة يعني فيه مشاريع كتير بيتواجه الصعوبات في الاداريات بس مشروع ده تحديدا ما واجهش اي حاجة يعني المشروع كان حبوا الفكرة جدا احنا كنا طبقنا في المركز معلش الناس السادة الكرام الموظفين في المركز مركز الشباب اللي كانوا بيخلصوا معاكوا الاداريات عمرهم ايه اربعينات خمسينات مثلا ولا اكبر ايه احنا مشروفة بتاعتنا السادة فاطمة محمد دي سنها يعني تاعة اربعينات مثلا مثلا 28 28 اه شاب بصغيرة اه لا انا بقى عايز اعرف بس درجة التواصل بين الجيل الكبير وبين سن الشباب ده لا لا اغلب اللي في المركز يعني سواء كابتن حمدي اللي كان ماسك وقتها وقت بداية المشروع بقى كابتن محمد صايم حاليا شخصية يعني ما شاء الله عليها من الشخصيات حاليا بنلاقي منه دعم معنوي اكتر من اي حاجة الدعم معنوي ده فرق معنى كتير جدا في المشروع خدنا جوابه الدكتور المصطفى خليل اللي هو مدير الإدارة رحب الموضوع جدا قالونا بس هاتوا الجواب من المركز وختمنا الجواب ان احنا نقدر ندخل اي مدرسة رغم ان في تعليمات ان مش اي حد يدخل مدرس اي مدرسة في الفيوم في سن نورس نحن كنا حابين احنا نجمل يعني في القرى اللي هي جنب سن نورس بس ما كانش في وقت ان شاء الله ان شاء الله هتمتدوا باقي القرى وبإذن الله الفكرة دي كمان توصل لبقيت مدرسة الجمهورية ان شاء الله محمد لما اخدتوا الجواب خلاص واخدتوا الموافقات وتسهلت لكم الحمد لله لأمور كلها بدأتوا بقى عملتوا ايه في المدارس نزلتوا اختلطوا ازاي بالطلبة وايه حصلت ازاي الطلبة طبعا مستغربة ايه اللي بيحصل فابتدينا المدرسين هتحضروا النادوة كان لسه الفكرة لسه المدرسة اول مدرسة نشتغلها فابتدينا طبعا شغلنا فيديو ونلوم ده فيديو عن حياة محمد علي هنتفرج عليه في جوائز في مفاجآت كويسة في فترة البريك للناس اللي هتجاوب على الاسئلة ابتدوا طبعا محمد زيبيني تكلم انها متعة ممكن نتفرج على الماتش ساعة واثنين ونتفرج على الاعادة ونتفرج على التحليل ساعتين وساعتين ونفتكر ونتفرج على الفيلم مرة واثنين وثلاثة ابتدوا الطلبة مبسوطين جدا ايه اللي بيحصل ده احنا جاي للمدرسة النهاردة انتم متخيلين احنا في مدرسة فابتدوا تفرجوا ابتدى الطلبة تطلع ورق وتسجل البيانات او سنة 1900 حصل كذا ابتدوا يسجلوا الكلام ده يعني الفكرة دي قدرت تاخد من انتباه الطلبة الصغيرة بتاعت المدارس الحكومة اللي عندنا في مصر اللي احنا دلوقتي بنقول لتفكيرهم كله في عبده موتة والبلطجة والشقاوة والكلام ده الفكرة دي قدرت يعني تجلبهم الفكرة دي خلته في دور الفعل غير المفعول به هو بيحس في المدرسة ان هو المفعول به في كل حاجة ان هو بييجي يحضر المدرس بييجي يلقنه او مواخزة في الكلمة بس هو لكن تده يحس ان هو بيشارك في العملية التعليمية هو طرف من اطراف العملية التعليمية نفسها بعد كده بقى فيه بريك مسلا ربع ساعة او نص ساعة بتدينا نعمل ورشة عن الطاقة الايجابية العمل الشبابي العمل الجماعي بتدي الطلبة تحب المشاركة معنا وده يمكن لحظنا مرضوض السينما العلم بعد كده في شغلنا احنا انه ابتدوا يسألوا طب انتوا بتشتغلوا ايه تاني احنا ممكن كطلبة نيجي وانساعد ابتدينا الورشة اللي كنا بنعمل عن العمل الجماعي بعد كده اكتشفنا انهم طلعوا مبادرات تجميلية في المدرسة من العمل الجماعي اللي خدوه في الورشة اللي كانت في السينما العلم انا مبسوطة جدا انا بس عايزة اسأل سؤال الاول احنا هنشت دوقتي مجموعة الصور هتنزل كده برضو وتعلقون عليها ايه الاجواء اللي كان بتحصل في الصور دي بس انا عايزة اسأل سؤال مين صاحب الفكرة اصلا صاحب الفكرة دكتور محمود الصوي دكتور محمود الصوي معيد في كلية التجارة جامعة الكهراء وده من اول الناس اللي شاركوا في البرلمان هو طبعا السيد محمد وبشماندس محمد الخطاسي وحسن بهاء واحمد رمضان كانوا حوالي اربع خمس شباب هم اللي بدأوا البداية في الشهر دكتور محمود ده طرح مشاريع كتير جدا كبيرة يعني في حاجات كتيرة جدا يعني حقيقي تسلم الفكرة وتسلم الدماغ اللي تبقى عايزة تخرج برا الصندوق كده بفكرة مش مكلفة قوي وبفكرة انت معاك فيها بتسخر فيها طاقات شباب جميلة زي الشباب اللي زي الورد دول اللي معانا وزميلهم التانين اللي معانا في المبادرة وبتخدم بيها قطاع مهم قوي وهو الطلبة في المدارس بتاعتنا الطلبة اللي اللي بقى لهم فترة انت وانت بتكلم قلت لمؤاخذة موضوع التلقين انت معتقد ان هي ممكن تبقى سائقة بس هو ده اللي بيحصل يا محمد ده اللي بيحصل انت تحس انك بتحشي المنهج ضد فكرة التعميم هو فعلا فيه مدرسين لا فيه مدرسين بيحببوا الطلبة في المدى وفيه مدرسين انت بتحشي دماغ الطفل الصغير كده تحس انك بتحط له المعلومة جوه دماغه كده وياريته بيستفيد منها طول العمر ده هو بيحفظها كم ساعة عشان يدخل يحطها في المتحن ويطلع بينساها ليه ليه الطلبة مش حاب المدارس ليه الطلبة يعني يعني المدرسة دي اخر حاجة ممكن بالنسبة لهم او لو يحبوها بيحبوها عشان التجمعات والحاجات اللي بتحصل دي علشان هما ملقوش حد يربط لهم الحياة العملية بالحياة النظرية هما ملقوش حد يسهل لهم الفكرة يعني هما ملقوش الافكار الحلوة البسيطة دي اللي تخلي وانا تبص لما قالك كان فيه كمان اقتراح بجايزة قلنا للطلبة اركزوا واحنا هنسأل سؤال وفيه جواز وكده حتى لو الجايزة دي شوكولتاية كانت فعلا جايزة بسيطة بسيطة جدا يعني ولو مفيش جايزة حتى لو الكفان هو يطلع وسط زميله انه هو اللي كان مركز وشاطر والناس سقفت له او اتصورته مثلا معاي ونزلته صورته على فيسبوك واحنا كنا بنطلع الطلبة كمان يتكلم عن احلامهم واهدافهم ده جزء من هو تحقيق مستقبله لما يطلع يتكلم عن نفسه وبيتكلم عن ذاته وبيعرف انه هو مهم انه هو انا شخصية مهمة وابتديت اتكلم عكس انه هو بيقعد يسمع ساعة ونص أو طول اليوم والدراسة بيقعد يسمع غير ان ما بيقعد يتكلم يبتدي عبر عن نفسه لو كده بيحقق جزء من المستقبله طب انا هممني قوي بقى فكرة الزي تقدروا تجيبوا المادة العلمية الكتيرة المتنوعة عشان ما يبقاش عندكم حاجة limited او محدودة وهي دي بتتحركوا وسطها ايه الصعوبات اللي ممكن تكونوا بتقابلوها علشان تطلعوا المادة العلمية دي هي دي بقى يعني دي الحاجة اللي قابلتنا في بداية المشروع ان احنا نلاقي حاجة مرتبطة بالمنهج والاهم من ده كله كمان يعني انها تكون حاجة موصوك منها طبعا زي ما احنا عارفين اليوتيوب ممكن يكون عليه مثلا افلام وصاقية او حاجة اللي مش موصوك فيها جميع لناما الفيديو اللي احنا عرضنا ده كل الناس اللي بتتكلم فيه ناس مؤرخين سياسيين واساد زي الجماعات فناس معلوماتهم معلوماتهم ثقها يعني واحنا شفنا الفيديو اكتر من مرة والاسئلة اللي احنا جبناها سألناها كنا جبناها من مدرس دراسات اصلا في احد المدرسة اللي احنا رحناها حاجة مرتبطة بالمنهج فهي كانت دي المشكلة الوحيدة اللي قابلتنا لناما في دخول المدرسة احنا كنا اعرف بالمناسبة كنا واحنا دخلين المدرسة بياخد معنا كل حاجة يعني وصلة السماعة المشترك كل حاجة علشان نروح هناك ما نقفش على الحاجة كنا نحتاج بس المكان من هما جاءونا الطلبة دي فكانت كل حاجة ميسرة يعني وبس المشكلة في النقطة دي فده الحاجة اللي احنا بقى بنفكر فيها احنا ان شاء الله حابين احنا مسلا يكونينا لقاء ما حد من وزارة التربية والتعليم ان هو يتعامل فيديوهات الفيديوهات يتعامل بشكل علمي وشكل ما يكونش فيه بقى يكونش فيه شكل التقليدي التقليدي انتو لسه المبادرة دي ما اخدتش صبغة حكومية رسمية لا اخدت رسمية لا يعني هل وزارة التربية والتعليم مثلا بتساعدكو؟ لا 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 ساعدتنا في نقطة الممسة هلونا دخولوا المدرسة بس كده طب احنا ممكن يا شباب كده وحنا على الهوى دلوقتي يعني بتمنى من زملاء العزاء في اسرة التحرير والاعداد يا ريت لو احنا نتبنى المبادرة دي مبادرة انه نوصل الشباب دي بالمسؤولين في وزارة التربية والتعليم وحتى لو كل فترة في صباح دريم ان شاء الله نطلع نصور معاكو كده ندخل نصور الطلبة نفسهم كده وهم قاعدين بيستمتعوا بيتفرجوا على سينما العلم نتكلم معهم ونشوف الافكار دي عجبهم ولا لا نسمع من الطالب الصغير كمان تخيالي حضرتك كأم انه لما ابنك يرجعلك من المدرسة بعد ما كنت بتشتكي انه دماغه فضية وانه مش عارف يحفظ مش عارف يفهم انه عنده مشاكل ان الفصل فيه 40-50-60 ولد محشورين مع بعض تخيالي تلاقي مثلا ابنك هو هو في نفس المدرسة على فكرة وفي نفس الفصل بس تلاقيه رجعلك بيكلم معاكي انه يا ماما انا شفت النهاردة فيلم الوسائقي عن محمد علي يا ماما احنا اتكلمنا النهاردة عن الحرب العالمية التانية وكانوا بيحكونا حصلت ليه وازاي يعني افكار مستنيرة كده بنطور صح ولا انا غلطا اكيد اكيد والفكرة بقى في نقطة الافلام دي ان احنا حبين انها كمان تكون يعني تكون هي حاجة اساسية في المدرسة مش المدرسة اللي حرية نوعية يعرضها او لا لا هي لازم يعرضها لان طبعا مش كل الناس بتعتمد على مضاعة الطلقين او المذاكرة مضاعة الافلام ده بيفري اظن اي حد قعد على الجهاز اغلب الوقت فممكن يفتح صفحة احنا الناس الطلبة اللي كانوا معنا احنا قدناهم لو حد عايز الفيلم احنا ممكن ندله فيلم الفيلم اصلا كبير جدا جزئين احنا كنا بنعرض جزء حوالي ساعة لرابع او ساعة لعشرين فاللي كان بيجي بيجيب مثلا معاه فلاشة او حاجة فكنا بندله الفيلم جامل عشان هو برضو يبقى عارف ان احنا المعلومة دي ممكن اي حد يوصلها احنا ما عملناش حاجة احنا دايما بنقول ان احنا ما عملناش حاجة كل الحكاية ان احنا ادنالك الطريق بس ان ادنالك البدايات دي ادخل على اليوتيوب او ادخل على المواقع هتلاقي كتير جدا طب انت من شوية وانت بتتكلم قلت نقطة مهمة اوي مش عايزها هتعدي كده علشان برضو الاباء والامهات والمسؤولين يبقوا متطمنين دلوقتي ايه الضمان ان الافلام دي بيتم اختيارها بشكل تربوي سليم ما فيهاش حاجة خارجة ما فيهاش لفظة او مشهد خارج او كده اتفضل يا محمد الموضوع فعلا انا عارف ان هو خطير جدا لان تاريخ عمره ما هيسامح حد يعني فهمه معلومة غلط او الولد احنا اولا فيه تلات ناطش شغالين عليهم احنا اولا اشتغلنا تاريخ اللي هو قصة قصة تاريخ وقصة عرب وقصة انجليزية التلات حاجات اللي اشتغلنا فيهم احنا بنرجحها كاحنا نسمع المعلومات نجيب مدرس واثنين وتلاتة ونبتدي الراجع احنا ما بننزلش المدرسة من مراجعة مني او محمد او الفريق نفسه لا احنا بنرجحها معهم درسين قبل ما بننزل مدرس المادة نفسه في المدرسة نجيبه نقول له اتفرج معنا على الفيلم فيه موقف في النقطة دي ان احنا في البداية اول فيديو جيبناه كان قصة طموح جارية في العربي فاحنا رحنا عنده مدرس رحنا له البيت يعني كان قبل ما نبدأ المشروع فبنعرض عليه الفيديو قدناها ده القصة دي الترمي التاني فاحنا لو ما كناش استشارنا في الموضوع فان رحنا عربنا حاجة تانية خالص اساسا مين اللي بيختار الافلام والمواد العلمية فيكوا انتوا كمبادرة احنا كنولا بنبحث يعني كل واحد بيبحث وفي الاخر بنشوف احنا وصلنا للايه بنشوف المجموعة الافلام اللي احنا وصلنا لها ونختار بقى الحاجة اللي هي تلاقي كبول يعني كان في حاجة تانية ممكن كن فيها جزء مرتبط بمنهج بس مثلا طريقة الفيلم نفسه مش حلوة يعني مش اللي هي تجذب حاجة تقليدية تمام كلمة اخيرة بقى منكو والكلمة الاخيرة دي يا ريتا تضمن حاجة تبقوا عايزين رسالة توجهوها دلوقتي لاي مسؤول بيسألنا في وزارة التربية والتعليم ومش شرط في وزارة التربية والتعليم يعني ممكن حاجة اعلى شوية يعني رئاسة الوزراء اعلى شوية مش ممكن رسالة او طلب عايزين توجهوها وات كمان تتضمن افكاركو ايه وان شاء الله نوين تطوروا ازاي المبادرة دي فضل احنا اول حاجة حابة بشكر الناس اللي شاركوا في المشروع محمد خلاصي ده رأس المشروع عمد صالح وكل المشروع استاذ محمد نصر والبنات استاذ اسماء منصور استاذ اسماء محمد استاذ اياع عادل استاذ شايماء اعماد دول اللي شاركوا في المشروع طبعا احنا مجموعة كبيرة جدا يعني مش مقتصر علينا احنا التمانية بس يعني هم مجموعة كبيرة الحاجة التانية ان احنا عندنا مشاريع كتير جدا في الاجازة خلال الشهر عندنا مشاريع ومشاريع جاملة جدا بس ربنا ييسر ومتوقفش احنا في حاجة ما نفكر فيها دي دي ممكن اول مرة نقولها ما قدناش حتى على الصفحة سريعا بس يا محمد عشان الوقت انت احنا بنفكر ان احنا نعمل ممارسهم بس المشاكلة ده في البلغ عندنا هيبقى صعبة شوية الاخر حاجة احابة بقولها بقى موضوع التواصل اللي حابة بيتواصل معنا اللي هو يبدأين نشر الفكرة احنا جينا صفحة برلمان مركز شباب سنوريس برلمان مركز شباب سنوريس وفي رقم برضو للتواصل اللي هو 0-10 970 370 73 محدش ابدا يقول انه الشباب اللي مش عايش في القاهرة في العاصمة او في اسكندرية اللي بيجي من القرى لشباب اللي في القرى وفي المحافظات دي ما عندوش افكار عندهم افكار وافكار جميلة ورائعة كمان وان شاء الله تتعمم وتتطبق كمان محمد اتفضل كلمة اخيرة انا بيقى امينتين صغيرين اول حاجة الشباب في كل المحافظات يعني او في البرلمان شباب عمتن يكونوا فرق ويبتدوا ينفزوا المبادرة في كل محافظة علشان المبادرة تبتدي بقى تتحول من انها مبادرة في مركز شباب او في محافظة انها مبادرة تشمل المصر كلها دي حاجة تانية حاجة بتمنى ان كل المسؤولين في الدولة انهم يفتحوا قلبهم وعقلهم للشباب لان الشباب عندو طاقة ايجابية كويسة جدا بس يستنوا التوجيه ومستنين حب من المسؤولين محمد صابر اسماعيل ومحمد محمود ناصر من مؤسسي مبادرة سينما العلم انا بشكركم جزيل الشكر على وجودكم معنا النهاردة وجزيل الشكر على الافكار الحلوة دي ليكم والباقي زملائكم في المبادرة وفي المجموعة واي حد من حضراتكم عندو فكرة عندو مبادرة حابب يعرضها ابعتهن على صباح دريم على موقعنا على صفحتنا على فيسبوك واحنا ان شاء الله ممكن نجيلك بالكاميرا نصور معاك ممكن نستضيفك في الستوديو هنا لان ده دورنا ان احنا دايما كده نفتكر ان فيه امل وامل حلوة في البلد دي لحظات نطلع فاصل ونرجع نقدم اخر حاجة ونختم بها حلقة النهاردة اشتركوا في القناة